مرحباً بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعناوين المواقع المحلية عدن الغد وكر السفاح إنتاج أول فيلم درامي في محافظة أبيان الموقع بوست قرار للرئيس الأمريكي يؤثر على مليون نازح يمني ومن دويتش فيلي من أخبارنا المنوعة تنفيذاً لوصيته دفن رجل أفريقي مع سيارته الألمانية دور العرض السينمائية مغلقة في كبرى مدن العالم وقد توقفت منذ أشهر المشاهدة الجماعية للأفلام لكن هناك مدينة يمنية اجتمع فيها عدد من الأهالي لمشاهدة فيلم انتج محلياً إذ عنون موقع عدن الغد فيلم وكر السفاح ينجح في عرضه الأول ويحقق نجاحاً يبهر الجميع وقال الموقع شهدت مدينة الحصن محافظة أبيان تجمعاً جماهيرياً كبيراً بحضور قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية لمشاهدة فيلم وكر السفاح الفيلم وفقاً للموقع قام بإنتاجه وتمثيله عدد من الشباب المبدعين في مدينة الحصن بالمحافظة الفيلم يحكي أحداثاً تحاكي الواقع ويروي قصة شاب يطرده والده من المنزل ويجد نفسه في عالم الجريمة منتج أول عمل درامي في أبيان أحمد الجابري أكد أن الفيلم سيتم عرضه في السابع من رمضان في مدينة جعار وهي أكبر مدن مديرية خنفر بالمحافظة قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع تمويله لمنظمة الصحة العالمية ولغيرها من المنظمات الدولية ولهذا القرار تبعات كثيرة لذا حذرت الأمم المتحدة وفقاً للموقع بوست من فقدان مليون نازح للمأوى والمساعدات النقدية بسبب نقص التمويل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن قالت في بيان نشر بموقعها إن العديد من البرامج والمساعدات الحيوية للمفوضية ستكون معرضة لخطر الانخفاض الشديد أو أنها قد تتوقف المنظمة قالت إنها تسعى للحصول على مبلغ تسعة وثمانين مليون دولار بشكل عاجل لتأمين الحماية والمساعدات المنقذة لحياة العائلات اليمنية النازحة داخلياً واللاجئين وطالب اللجوء والمجتمعات المضيفة وضافت أن هذا التمويل سوف يمكنها من الحفاظ على المساعدات المنقذة لحياة العائلات النازحة داخلياً واللاجئين وطالب اللجوء والفقراء من اليمنيين الذين يصدفونهم عصام محمد الأحمد كتب في الموقع بوست عن الدراما والسلوك الإنساني والعلاقة بينهما وأضاف تعد الدراما في وقتنا الحاضر من أهم وسائل التأثير وبلورة السلوك فعلى الرغم من أنها وسيلة من وسائل الترفيه للإنسان لكنها في المقابل تلعب جوراً رئيسياً في تغيير أفكار وقناعات مختلفة وترسيخ العادات أو تعديلها وذلك بفضل استخدامها لوسائط الفكر والإحساس والصوت والصمت والحركة والسكون للتعبير عن حدث ما وهذه بحد ذاتها أدوات اللعب بأوتار السلوك وبالنظر إلى واقع الدراما اليمنية خصوصاً في الفترة الأخيرة نجد أنها تندرج ضمن أحد أنواع الدراما المسمى بالمهزلة وهي نوع من الدراما لا معنى له بشكل عام غالباً ما تمثل بصورة مبالغاً فيها أو تعمد إلى استخدام الكومويدية التهريجية والتي تنعكس سلباً على المتلقي وتعكس صورة سلبية على المجتمع اليمني المليء بالإيجابية في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع اليمني من حالة غير مسبوقة من التفكك والانهيار لنظمه الاجتماعية وتفاشي المشكلات المختلفة تأتي الدراما لتزيد الطين بله فبدلاً من أن نخرج بدراما تجديدية تفاؤلية تزرع الأمل وتحوي السلوكيات التي دثرتها الحرب نعيد ونكرر المشكلات نفسها التي خلفتها الصراعات والأحداث والحروب وبذلك نعزز من السلوك الخاطئ ونرسخ المشاكل التي نتناولها أكثر من أن نصحيحها دون أن ندرك عواقب ذلك على الجمهور والمجتمع ككل إن السلوك الإنساني يكون أكثر تأثراً وقابلية للإيحاء في حالة الحروب والكوارث وبالتالي يجب التعامل بحذر في مثل هكذا ظروف وإن كان ولا بد من دراما فيجب الارتقاء بها قليلاً وحساب التباعات تأثيرها النفسي والسلوكي على المجتمع ومحاولة الارتقاء بها قدر الإنكان حتى أسواق الحراج وبيع الأدوات المستعملة لن تنجو من جبايات الحوثين بصنعاء فوفقاً لموقع الصحوة نت ميليشيات الحوثي تفرض إطاوات على محل الجملة وأسواق السلع المستعملة في صنعاء وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي فرضت خلال اليومين الماضيين أتواوات جديدة على تجار السلع المستعملة الحراج ومحل وأسواق تجارية عدة في العاصمة صنعاء ورافق حملات السطو والابتزاز الحوثي تلك اختطاف العشرات من المواطنين وملاك المحل التجارية في مناطق وشوارع متفرقة من صنعاء واقتيادهم إلى أماكن مجهولة عقب رفضهم الرضوخ لمطالب الجماعة وكشفت مصادر محلية في صنعاء أن عناصر حوثية مسلحة فرضت جبايات جديدة على الباعة في حراج الصافية وهو من أكبر أسواق السلع المستعملة وعدت المصادر أن الأتاوات تمثلت في فرض مبلغ 500 ريال عند بيع أي قطعة واعتماد فاتورة البيع عند عاقل الحارة مع قيام الجماعة بتهديد من يخالف أوامرها بغرامة مالية ومصادرة السلع التي بحوزته الكتب إبراهيم نوار كتب مقالا في صحيفة الشرق الأوسط عن التعايش مع فيروس كورونا وفلسفة مناعة القطيع وقال يمكن القول بأن استراتيجية احتواء فيروس كورونا والقضاء تماما على خطر الوباء تتكون من ثلاث مراحل الأولى تهدف إلى إبطاء معدل انتجار الفيروس ومحاصرته مع توفير الطاقات الكافية للرعاية والعلاج والثانية تهدف إلى تخفيض معدل الإصابات الجديدة إلى أقل قيمة ممكنة بحيث لا ينجح الفيروس في إعادة إنتاج نفسه والتكاثر من خلال الانتقال من شخص إلى أخر أما المرحلة الثالثة والأخيرة فإنها تهدف للقضاء على خطر الفيروس تماما بإنتاج وإتاحة أدوية وأمصال فعالة وكافية للعلاج وللوقاية من الإصابة هذه الاستراتيجية بمراحلها الثلاث هي استراتيجية تسترجد بالعلم طورتها منظمة الصحة العالمية منذ أعلنت مرض كورونا وباء عالميا في الثانية عشر من مارس الماضي وقد أخذت بها وتنفذها دول العالم التي تأخذ بأسباب العلم وحققت درجات متفاوتة من النجاح وعلى الرغم من أن الدول العربية تتلقى مثل غيرها من دول العالم نصائح ورشادات منظمة الصحة العالمية إلا أنه يمكن القول من الاستراتيجية المتبعة تعتمد على فلسفة مناعة القطيح أو المجتمع بكل أفراده أكثر من اعتمادها على معايير علمية وتنطلق فلسفة مناعة القطيع من أن القضاء على الوباء يتحقق بقطع الطريق على انتشار الفيروس وتقليل انتقال العدوى من شخص إلى آخر وذلك بالسير في واحد من طريقين الأول باستخدام الأمصال في تحصين نسبة كبيرة من الأفراد ضد الإصابة بالفيروس والثاني هو بالسماح بانتشار العدوى بما يؤدي إلى انتشار الحصانة الطبيعية عبر زيادة نسبة القادرين على مقاومة الإصابة الحالة الأولى تتحقق فقط عندما يكون لدينا لقاح أو مصل للوقاية يتم استخدامه على نطاق واسع وهو ما لم يتوفر حالياً بالنسبة لفيروس كورونا الحالة الثانية تنطوي على احتمال التضحية بالأضعف مناعة لكي يعيش الأقوى ويتاريخياً حيلة من لا حيلة له وإذا استمرت لفترات طويلة فإن الوباء قد يخرج عن نطاق سيطرة خصوصاً في المجتمعات الفقيرة المعتلة ذات الأنظمة الصحية الرديئة فيزيد اعتلالها ويصبح انتشار الأمراض بين نسبة كبيرة من مواطنيها هو القاعدة العامة أشهر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم وإماراتياً في اليمن إلى تمسكه بإعلانه الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية من البلاد وفقاً لصحيفة القدس العربي الانتقالي الجنوبي يتمسك بالحكم الذاتي في جنوب اليمن تسند الصحيفة إلى مجاة في الموقع الإلكتروني للمجلس حيث كشف عن تواصل بين رئيس المجلس عيد الروس الزبيدي والممثل الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ميخايل بوكدنوف حيث بحثاً مستجدات الأوضاع في جنوب اليمن قدم الزبيدي شرحاً وافياً لتطورات العسكرية والسياسية والإنسانية بما في ذلك الأساس المنطقي وراء بيان إعلان الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب بما في ذلك عدن أوضح الزبيدي أن هذه التدابير تهدف إلى حل مشاكل الناس التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة غير المسبوقة وتهديد بانتشار عدوى فيروس كورونا في المنطقة بشكل فعال تضيف الصحيفة خلال ساعات رفضت ست محافظات يمنية جنوبية من أصل ثمانية هذا الإعلان وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس عبد الربو منصور هاتي كثيرة هي الصفحة اليمنية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي تحكي في السياسة وأمورها لكن حصل أن قام بعض الشباب كما جاء في صحيفة العرب الجديد بتأسيس صفحات لا شأن لها بالسياسة بل تعنى بالطبخ فقط فالحجر المنزلي والتزامن الذي حصل مع حلول شهر رمضان أعمل على تنشيط هذه الصفحات على نحو غير مسبوك على الرغم من كون بعضها مؤسسا منذ فترة سابقة بكثير لزمن الحجر الكوروني كما كان البقاء في البيت طوال الوقت إعادة العلاقة لليمنيين مع مطابخهم على وجه الخصوص أولئك الذين يقيمون خارج البلاد من مقتربين وطلبة ومقيمين دائمين الشعار الكبير لغلبية تلك الصفحات اليمنية التي بدأت في الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لا كلام في السياسة والدين أو المذهبية والطائفية تقول الصحيفة كان هؤلاء الشباب ملوا الحديث الكثير في أمور السياسة التي لا يملكون من أمرها شيئا أو من الدخول في عوالم الكراهية تلك التي انتشرت على صفحات عديدة يعيش الأديب العربي المعروف وسيني الأعرج حالة العزلة التي تقتضيها إجراءات الوقاية من كورونا وقد كتب معبرا عن لحظة العزلة وكيف عادت الحياة إلى طبيعتها من غير البشر وأضاف في صحيفة القدس ترى السماء فتبدو هادية فارغة وبلا لون تغزوها جحافل من الطيور وهي تستعيد حياتها الطبيعية التي سرقها الإنسان منها ترى الغرابة الأسودة بمنقاره الطويل وهو يقف على شجيرات الورد في حديقتك تتساءل كما كنت تفعل في طفولتك هل الغراب نذير شر؟ أين كان طوال العقود الماضية؟ في أي أرض اختفى؟ قبل خمسين سنة على الأقل كان الغراب يأتي ينقر في ساحة البيت وينافس السنون في حبات القمح القليلة التي سقطت على الأرض ويمضي بسلام في فضاء كان له أيضاً فجأة غاب وغابت معه السنون والدريس وكل أصناف الطير الجميلة حتى الفراشات الملونة التي سرقت منها كل التدرجات وتحولت فجأة أجنحتها إلى أكفان بيضاء تعود بشيء من الفرح كم تبدو الأرض مرتاحة تتنفس بلا خوف من الاختناق بالغازات السامة بلا إنسان كأن المدينة والتراب والفراغ تحرروا كلياً من البشر والسعادوا علاقتهم بطبيعتهم التي لا تقبل بالفراغ يبدو الفيروس التاجي كأنه لحظة انتقامية تولدت من الطبيعة المسروقة نفسها فقط ليعود السكان الأصليون الأوائل إليها بعدما تخلصوا من بشر جاؤوها ضيوفاً بعدما طردوا من السماوات وافتتحوا وجودهم بجريمة قتل ليستمروا على هذه السيرة قتلاً وتدميراً وحروباً ومهالك شتى حتى لحظة تفاجأوا بخوف غير مسبوق هز يقينهم وكل أسلحتهم الفتاكة وسفنهم الحربية الإنسان لا شيء أمام عاصفة الحياة يحتفل العمال حول العالم في الأول من مايو أيار بعيد العمال العالمي الذي يحيل بشكل مختلف هذا العام في ظل ظروف هي الأسوأ بالنسبة لهم تعنون البي بي سي عيد العمال العالمي كورونا وبطالة وتظاهرات افتراضية الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل بسبب وباء كورونا إنعكس سلباً على أكثر من 81% من القوى العاملة العالمية والبلغ عددها 3.3 مليار شخص فخسر الملايين أعمالهم وتوقفت دورة الإنتاج في أغلب دول العالم منظمة العمل الدولية نشرت تقريراً يوم الثلاثاء حذرت فيه من التداعيات المدمرة التي ستخلفها جائحة كورونا على الوظائف والإنتاج حول العالم مؤكدة أن سوق العمل يواجه أسوى أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية وتوقعت المنظمة أن تؤدي أزمة وباء فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 6.7% من إجمال ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020 أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل من بينها 5 ملايين في الدول العربية واحد من بين أكثر الأخبار غرابة نشر في موقع دويتشفال الألماني وهو عبارة عن وصية غريبة لرجل توفي عن 74 عاماً عنوان الموقع تنفيذاً لوصية غريبة دفن رجل داخل معشوقته الألمانية إذ دفن أحد السياسيين في سيارة المرسيدس المحبوبة في مشهد غريب بجنوب إفريقيا وذلك لتعلقه الشديد بها وعدم رغبته في فراقيا حتى في الموت فأراد أن يقودها في رحلته الأخيرة وكان المتوفى بيتسو أباً لستة أبناء وسياسياً معروفاً في حزب الحركة الديمقراطية المتحدة بجنوب إفريقيا وعاشقاً للسيارة تقول ابنته إن والدها احتفظ بسيارته الأخيرة التي اشتراها قبل عامين وأوصى أسرته بدفنه فيها وتضيف قال لنا إنه إذا حان الوقت فإنه يريد أن يدفن مع سيارته لقد استمعنا لما قاله وحققنا أمنيته ونتمنى أن يكون سعيداً الآن وتم دفن بيتسو بداخل سيارته واضعاً يده على مقودها وكأنه يقودها وبرغم إجراءة العزل بسبب كورونا حضرت دفن مجموعة كبيرة من الأهل في القرية في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور متنوعة من صحيفة واشنطن بوست نتابع اشتركوا في القناة عدد من رسوم الكريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم اشتركوا في القناة في هذه المجموعة من الصور ورسوم الكريكاتيرية نصل إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر